في ثرواته طيب أنتقل الأستاذ انتفاض قنبر القيادي في حزب المؤتمر الوطن العراقي نتكلم عن عوامل النهوض لبناء دولة المؤسسات من ضمنها يعني ليس هي شعارة تطوير الخدمات العامة وأصطح البنى التحتية وتطوير التنمية الاقتصادية والاستثمار يعني كما أشار سماح حسين عمار حكيم نحن حتى نريد أن يكون لدينا فهم صحيح وإلا لا نبتعد يعني لدينا الامتيازات وعلى الشعب أن يتحمل المعاناة يعني كيف نفعل دور الخدمات وأنتم طرحتم في الاتلاف الوطن العراقي حكومة الخدمة الوطنية باختصار شديد لم يبقى لنا إلا دقيقة ونصف القضية ما فيها الوطنية أنا أشيد بما قاله السيد عمار حكيم اليوم في جريدة الواشنطن تايمز على الصفحة الأولى الذي قال فيها نحن نخدم جهة واحدة هي العراق هي هذه الوطنية الوطنية تنبع من أن يشعر العراقي أن له شيء ما في هذا البلد صدام قتل الوطنية لأنه حول العراق إلى جهنم نحن لكي نشعر بالعراق بوطنيته يجب أن نعطيه ونحميه أمنيا يجب أن يكون له مسكن العراق هو من أقل دول العالم التي يملك فيها المواطن سكن أقل من 10% نحتاج اليوم إلى مليونين دار سكني للعراق هناك مشاكل كثيرة هذه الأشياء هي التي تنمي الوطنية نصف دقيقة طينياها نعم ترجمة نانسي قنقر